السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان شاء الله اول محاضرة كاربوهايدريت ميتابوليزم ولو حاضرات جاي من ديجيشن وفي كاربوهايدريت لو عليك ديجيشن اصلا السنة دي هتكون عرفت ان انا عملت ديجيشن وابدورشن والجلوكوز دلوقتي طبعا طلع من الليفر والجالكتوز والفروكتوز كلهم طلعوا في صورة جلوكوز ويوصلوا الدم ورايحين للخلايا هيكون الفيت بتاعه على حسب البودينيد يعني جسم حضرتك محتاج ايه والله يا دكتور انا دلوقتي بابزل شغل وشغال يعني او ماشي او بعمل اي حاجة محتاج فيها طاقة فا او طبعا حتى لو بتنفس هكون محتاج طاقة فابدأ ان انا احرق الجلوكوز علشان امشي فيه الكاتابوليك باثوي بتاع الجلوكوز علشان ان شاء الله اطلع طاقة يبقى لو انا محتاج ايتي بيه احرقه معروفة اوكسيديشن اه ماشي مع كلمة كاتابوليزم زي ما اتفعل طيب انا حرقت وطلعت كل الطاقة اللي انا محتاجها وبعد كده بقى عندي طاقة هودها فين ان شاء الله هودها في اوديكي فين يا طبعا يعني ابدأ ان انا اخزنه في التلاجات التلاجات دي اقصد بيها ها الليفر والمصل اخزنه في صورة ايه جلايكوجين يبقى اخزنه في التلاجات اللي هي الليفر والمصل او بعد كده يعني لما حضرتك تخلص المخازن ولسه بتاكل يعني انت خلاص بتاكل دلوقتي تبدأ تحوله لحاجات الحاجات دي ممكن حوله الى لبيت باللايبوجينيسيز او الى بروتين هنشوف التفاصيل دلوقتي يبقى ثاني كده لو انا معايا صنية بسبوسة وقاعد دلوقتي ولنفترض مثلا دلوقتي قطعة صغيرة كده اكلتها القطعة دي خلاصة ادت جسمي الطاقة كلها ولكن طبعا انا عاد بتفرج على موتش بقى وايه منساجم ومبسوط جدا فرحان يعني خصوصا لو الفريق بتاعي مكسبيا مثلا فانا حاس ان عندي مهمة خطيرة وهي ان انا لازم اخلص صنية البسبوسة فتبدأ تاكل جزء كمان الجزء الكمان ده زي ما انا لسه قال دلوقتي خلاص بقى فيه اوفردوز طاقة يعني عندك اتي بكتير فنبدأ نوقف بثويز الحرق وندخل على بثويز الانابوليزم صح ولا نبني بيه حاجات طيب يعني اللي هو ابني بيه حاجات اللي هي الجلايكوجين بقى اللي هو بيتخزن في التلاجات فاهمنا يبقى ابني جلايكوجين بعملية اسمها جلايكوجينيسز جلايكوجينيسز واخزنه في التلاجات اللي هي الليفر والايه والموصل طيب انا برضو دكتور لا يعني زي ما قلت انا عمري ما هخلص دلوقتي او عمري ما هنام غير لما خلص هدفي الا وهو ان انا خلص صنية البسبوسة فتبدأ حراك تاكل بقى كتير وتبدأ تحولوا الحاجات تحول الجلوكوز الى مين ان شاء الله الى ليبت بعملية اسمها ليبوجينيسز طيب احنا كده خلصنا الجزئين دول تعالى نتكلم بقى في الاوكسيديشن لان ده اللي هيماشينا في الشابتر بتاعنا والله الحرق عندنا دكتور حاجة من اتنين يا اما رايح احرق علشان الطاقة يبقى نهاية اي تي بي كده يبقى هدخل في حاجة اسمها ميجور باثوي الباثوي الكبير اللي بيبدأ بالجلايكوليسز اللي هي حر الجلوكوز علشان اطلع مادة كده اسمها بايروفيت اللي هتتحول الى الحمدر اللاقصة هي الكويل اللي ما بشوفها بفرح اللي ان شاء الله هتروح تتحرق في الكريبس علشان تطلع الهايدروجين اللي ان شاء الله هيروح الريسبيراتورتشين عشان يديني مين اي تي بي يبا انت ماشي فرحان بالنسبة للناس اللي بدأ في كلياتها بالبيولوجيكا الاكسيديشن وبدأ بالرسبيراتورتشين انا انصف حضرتك ماشي يخلي الكلية تمشي براحتها انت ان شاء الله لو اتفرجت على الفيديوهات هتجيبه عادي يعني مفيش مشكلة بدل ما كنت انت بتتفرج على محاضرة في اليوم اتفرج محاضرة يعني كل ثلاثة ايام تفرج على محاضرة كل يوم كده كده انت هتمشي مع الكلية بس هتكون مبسوط وهتكون تفاهم ان شاء الله الدنيا ماشية ازاي فارجوك ما تستعجل ما تروحش على الرسبيراتورتشين الاول خليك ماشي كده واتبسط يعني طيب الحرق التاني بقى لوا الماينور باثوي هحرق بس عشان اطلع مواد تاني زي مين يا دكتور زي البنتوز فوسفيت فشوف بقى سبحان الله يا مؤمن لو انا عايز اجيب بنتوز فوسفيت ادخل باثوي اسمه ايه صح اسمه بنتوز فوسفيت ايه باثوي انما بقى لو عايز اجيب مادة تانية اسمها يورونيك اسد فسبحان الله ادخل باثوي اسمه يورونيك اسد مين يورونيك اسد با� حلو كده فعلشان بس انا كنت باثبت لكم ان الواي الكيميستري سهلة زي ما اتفقنا في السنة اللي فادي طيب اه لازم يكون في دماغك الشابتر ماب انت ماشي ازاي وبتعمل ايه وامتة وصايم ولا واكل ولا انت ظروفك ايه في العمليات دي فانا الشابتر عندي مقسم الى ثلاث حاجات انا عندي ثلاثة مونوساكرايد مهمين هو الشابتر مقسوم على الثلاثة بالظبط الجلوكوز والجالكتوز والفروكتوز الفروكتوز هاخد فيه الكاتابوريزم بتاعه ويتحاول ازاي الى جلوكوز والعكس والديزيزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز مرض بس بعد الشر هيجي لك في الامتحان بس. الجالكتوز بنفس الكلام الى الجالكتوز والعكس من الجالكتوز الى ايه? جلوكوز وازاي صنع بتاع سكر اللبن ومهمة جدا 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 جدا. يبقى دول الاتنين من سكرات. تعال بقى لحبيبنا الجلوكوز اللي هيطور معنا شوية. مش كتير يعني ان شاء الله احنا هننجز. اه البلوكوز والله في حاجاتها تحصل واحنا واكلين وحاجاتها تحصل واحنا صايمين. طبعا دول مفيش حاجة من دولها تحصل واحنا صايمين هم الاتنين هيحصلوا ايه واحنا واكلين. وهنشوف طبعا بالتفاصيل ان شاء الله. طيب واحنا واكلين زي ما اتفقنا واحنا واكلين بيطلع الانسولين. الانسولين ده مهمته يا دكتور. تعال بقى على جنب شوية. انا دلوقتي دلوقتي دي الانتستن. اهي. حضرتك. ادي الخلية. ادي الجلوكوز اهو. حلو كده. وادي بقى يعني ده طيب. مبدعيا لازم الجلوكوز ده يدخل جوه ايه? يدخل جوه الخلية وهنشوف دلوقتي هيدخل ازاي? بس تعال ننزل تحت شوية كده الجلوكوز ده يلف في الدم لغاية لما يروح فين? يروح ارجن لطيف كده. اسمه البانكرياس. انا مش بسدق ان ده بنكرياس طبعا انا رسوماتي خطيرة ما شاء الله علي. الرسومات طبعا يعني بعافية شوية. طيب فده البانكرياس يعني. المهم ان الجلوكوز ده يروح البانكرياس هيعمل حاجة كده اقولها لكم في الهرمونز ان شاء الله عشان مش وقتها. ازاي ان الجلوكوز يعني بيفرز من البانكرياس الانسولين. طيب المهم تحس ان انت كانسولين قاعد جوه البانكرياس برينس قاعد حاطة رجل على رجل. واقعد فاضي يعني. تحس انت في الاجازة كده. فيجي لك واحد غلص ورخم يدخل عليك فجأة بدون اي استئزان فيعمل هنا كده هنوبة نشوفه ان شاء الله فيطلعني انا يعني كانسولين اجباري وغصب عني. يعني اطلعت دلوقتي غصب عني. انت ايه رأيك بقى? فكر كانسولين يعني. ايه رأيك لما تبص للجلوكوز? ها? هتبص للجلوكوز هتحبه انت كانسولين? ولا هتبص للجلوكوز هتكرهه? انا لو ما كان الانسولين طبعا اكره. وهو فعلا الانسولين بيعمل كده. فيقول لك ايه ايه ده? انت انت اللي خرجتني ده انا همحيك من على وش البلد. ده انا ايه? همحيك من على وش البلد. حلو كده? تمام. هيمحيس ازاي بقى? اي عملية? اي عملية? تقلل. وانا اللي رسامة البوكس ده مش مشكلة. الجلوكوز من الدم. الانسولين ينشطها. نركز بقى في الكلام ده عشان دي الحاجات اللي بتدايق الناس من بايوس انا تانية. بس تشوفوا الدنيا يعني بالعربي وسهلة وبسيطة اي. اي انسولين. انسولين يعني بدخل حكتين صح? بدخل ايه كم حاجة? حكتين. جوا الخليل. بدخل البوكوز. وده طبعنا هو? ويدخل البوتاسيوم. طبعا هو لو كان بدخل حاجة واحدة كنا سمنا ايه? كنا سمناه انسول واحد. انما هو بدخل حكتين. طبعا سمنا ايه? انسولين. يعني خلاص طيب ده سبب العلمي طبعا فزي ما بقول لكم هيبص للجلوكوز ويقول له إيه ده أنت اللي خركتيني ده أنا همحيك من على وش البلد فأي عملية تقلل الجلوكوز من الدم الإنسورين ينشطها يعني إيه رأيكم مثلا في حرق الجلوكوز اللي هو الجلايكوليسيز ينشطها ولا ما نشطهاش ينشطها إيه رأيكم في كريبسا نشطها في الريسبيراتوريتشينان ينشطها في البنطوس في الصوت باثوي نشط لأنها يسحب الجلوكوز من الدم كل العملية اللي أنا بقول لها دي بتسحب الجلوكوز من الدم ثاب إيه رأيكم في عملية اسمها 来ت هنا هي اسمها destaخص glycogenesis glycogenesis يعني صناعة النشا من الجلوكوز أنشطها ثاب إيه رأيكم في عملية gilt يعني أخذ جلوكوز من الدم وحويلوا إلى ليبل أنشطها برضو أنا فاكرة أنت 케ده خلصتوا منهج سنة تانية خلاص يفهمك للجزئية ده خلاص طيب يبقى انا همشي هنا بقى اعمل ايه في حاجات بتحصل واحنا واكلين لما يكون فيه انسولين خلاص كل العملات دي الانسولين هينشطها علشان يمحي من على وش ايه البلد علشان هو رخم عليه بس شوف الانسولين ده يعني قادر فاول عملية جلايكولوسيز وبعد كده يطلع بيروفيتي يحاولها الاسطيل كو ايه برضو في الريجوليشن بتاعها هنقول ان الانسولين بينشطها محدش بقى يجي يقول لي اصلا مين اللي بنشط ايه لا خلاص هي دي خلصانة هنراجع الكلام ده في الاخر بالميكانيزم نفس المراجعة كده يعني المراجعة اللي هنعملها ان شاء الله هتكون المنهة كله يعني ان شاء الله كده جمعة الازر طبعا ان شاء الله هنراجع لها وبعدين هنشوف لما نبدأ في بيع الكتاب هنشوف اكتر ثلاث جامعات وبعدين هنعمل لهم مراجعة المراجعة هتكون بالمنظر طبعا اظهر ده اظهر بنيين وبنات وان شاء الله اظهر دميات ويعني ربنا سهل كده ممكن اصيوت وممكن ايه عشان بس خير ان شاء الله طيب ده سكيمة المراجعة هنراجع لمنهج كله من الماب بتاعته دي ما لنشعلقه بقى كربوهيدريت ليبت بروتين لا هو كل الحاجات اللي بتحصل وإحنا واكلين في اي شابطر هناخدها عشان الانسولن هيتحكم فيه كل عاملات اللي بتحصل وإحنا صايمين في اي شابطر هناخدها تمام كده علشان نحط بس في دماغنا الموضوع ده ودي طبعا مراجعة بتخلص بسرعة جدا وبيكون مثلا بنخلصها في اربع ايام او خمس ايام طب واحنا صايمين بقى بنعمل ايه دكتور العكس عكس اللي حصل ده حاجة اسمها جلايكوجينوليسز يعني تكسير الجلايكوجين صح؟ احنا هنا وإحنا واكلين بنصنع الجلايكوجين وإحنا صايمين بنكسر الجلايكوجين ودول عمليتين بقى لما نلاقي جينيسز وليسز يعني تصنيع وتكسير بنسميهم ريسيبروكال ميكانيزم او ريسيبروكال باثويز كلمة ريسيبروكال انتو أخدتوها قبل كده في الاناتومي لما كان بيقولك البيسيبس والترايسيبس دول ريسيبروكال موسيلز يعني لما واحدة تشتغل لازم التانية تكون واقفة ما نفعش ايه غير في الايزوتونيك كونتراكش ماشي طيب انا عندي بقى عمليه تانية اسمها جلايكوليسز يعني حر الجلوكوز عكسها عمليه اسمها جلوكو نيو جينيسز يعني تصنيع جلوكوز جديد اسمها جلوكونيوجينيسز اسمها جلوكونيوجينيسز طبعا ما الجلوكوز بتحصل واحنا واكلين يبقى الجلوكونيوجينيسز بيحصلوا واحنا ايه صايمين ركز معايا كده انا بكسر الجلايكوجين واطلع جلوكوز وارميه في الدم ركز معايا كده انا ببني جلوكوز من نان كاربوهيدريد سورس وارميه في الدم يبقى العمليتين دول بيزودوا الجلوكوز فين؟ في الدم يبقى الانسولين ينشطهم ولا يوقفهم؟ طبعا الانسولين يوقفهم الانسولين ايه؟ يوقفهم وكل ما هو عادى الانسولين ينشطهم يعني اللي ينشطهم اسموهم انتي انسولين انتي انسولين خلاص اتمنى ان شاء الله الموضوع يكون واضح ومش مستعجلين على حاجة احنا عايزين نفهم كل حاجة ان شاء الله نبدأ بقى في اول عملية من العمليات بتاعتنا الا وهي اول حاجة في اي بصوي نبدأ بها هي بعد كده لازم نشوف السايت والسايت ده سؤال مشهور بعد كده نشوف بعد كده نشوف انا كده بتكلم على اي بصوي هناخده ان شاء الله لازم نغطي الحاجات دي اه ده نشوف ده حاجات خاصة من اهم الاسئلة ده سؤال نظري مهم في كل يعني انت مش هتخرج غير لما تسير وفي كده بعد كده عمرك ما هتخرج غير لما يجي لك ايه خلاص اهو كده خلصنا البصوية الاولين تعال بقى نغطي الايتمز دي الايتمز دي هنغطيها في كل بصوية تعال بقى عايزين نعمل اي حضرتك عايزين نعمل الجليكولوسيز وما هي الجليكولوسيز الجليكولوسيز هي عملية تكسير الجلوكوز والله او والله يعني يا دكتور شكرا الجليكولوسيز الى اتنين مولوكيول بايروفيت لو انا ايروبيك لو ايروبيك يعني ايه بقى ان شاء الله كلمة ايروبيك ايروبيك يعني لازم حكتين بريزنس او اكسجين ومكان اللي هيشتغل فيه الاكسجين اللي هو الرسبيراتور تشي اللي موجودة في الميتو كوندريا لازم نفهم الكلام ده يعني ايه برضو يا دكتور يعني وصة حضرتك ايه الميتو كوندريا هي اللي بتستخدم الاكسجين طيب ماشي انا لو قلت بريزنس او اكسجين بس او يعني ايه انا مكتوبة كده بس طيب بص كده حضرتك ايه رأيك في الاربيسيز فيها اكسجين ولا مفيهاش ومفيش خلايا مفيهاش اكسجين عمثا يعني طيب فيها اكسجين يا دكتور هل فيها ميتو كوندريا لا مفيهاش ميتو كوندريا خلاص الكلام خلصا مفيهاش ميتو كوندريا اذا ليس هتقدر تستخدم الاكسجين هي شايلة فقط هي شايلة الاكسجين فقط موصلتية بتودي من المكان لما كانت بتودي من اللونج يعني وجود الاكسجين ووجود المكان اللي هيشتغل في الاكسجين اللي هو الميتو كوندريا طيب او اتنين جزئ الاكتيت اللي هو ان يعني في الاكسجين او غياب المكان اللي بيشتغل في الاكسجين طيب اديني مثال بقى الاكسجين بس لان كل التشو في اكسجين بس هو لاك يعني مش غياب تم لا لاك يعني نقص في الاكسجين زي زي ما احنا عارفين بتعمل لاك او اكسجين حلو كده طيب انما المصل فيها ميتو كوندريا انما بيكون فيها طيب تعال بقى على الجنب الاخر الاربسيز فيها اوكسجين ولكن ما فيهاش ايه ميتو كوندريا طيب حلو الصيت اللي بتتم في السيتوزول وطالما قلت في السيتوزول يبقى غالبا بتتم في ايه في كل التشو انا حرفيا ما عنديش خلية ما بتعملش غلايكوليسيز هلو كده تمان طيب رقم واحد في مرحلة في مرحلة في مرحلة اسمها يعني مرحلة استهلاك الطاقة لحظة 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 يا دكتور بس يعني انا اصلا رايح عمل جلايكوليسيز كميجور باثوي علشان في الاخر يجيلي مين يجيلي اي تي بي يجيلي طاقة فاتيج انت حضرتك تقولي اول مرحلة اسمها محتاجة طاقة ايو بالضبط لكن الكلام ده منطقي جدا 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 عمر حضرتك يعني نجحت من غير ما تذاكر او عمرك جالك دخل كده من غير ما تفتح مشروع وتبزل وتدفع يعني مشروع مثلا رأس مالك بيكون مئة الف جنيه وتروح تعمل مشروع علشان تبدأ ان انت ايه تدخل دخل نفس الكلام بالضبط مفيش باثوي طاقة عندنا سواء في الكربوهيدريت او اللي بدولة البروتين الاو بدايته خسار الطاقة علشان تعرف المنهج ده في حياتك مفيش نجاح يعني مثلا مشهور مفيش حلوة من غير ايه من غير نار يبقى رقم واحد في اي بصوية سيطلع لك طاقة ان شاء الله هو انك تدفع طاقة في الاول فور اكتيفيشن جزيه اي تي بي علشان الاكتيفيشن طب ايه اللي بيحصل في المرحلة دي ان انا لو عرفت ايه اللي بيحصل خل بالك يعني هاعرف بقى السايكل او هاعرف الستيبس نفسها ماشية ازاي الناس بتقولك الجلاكوروس الصعبة مفيش ايه صعوبة خالصة الجلاكوروس يعني كسر الجلوكوس فانا عندي المرحلة الاولى ادي الجلوكوس الجلوكوس ده ستة كربونات المرحلة الاولى هكسره الى اتنين جزيه جليسرال دهايد ثري فوسفيت اتنين جزيه جليسرال دهايد ثري فوسفيت حلو قوي كربونات الجلوكوس ده كام كربونات ستة ومالجلسرال دهايد كام كربونات ثلاثة كربونات ثلاثة كربونات ايه بقى الجديد يا ترى حد يفكر كده انا عندي ستة كربونات بقى عندي ثلاثة كربونات بفوسفيت يعني انا عملت ايه يعني انا ضفت نت يعني الكلام النهائي ضفت اتنين فوسفيت وكسرت بس ما عملتش حاجة ضفت اتنين فوسفيت وكسرت مفيش اي فكرة خالص في الموضوع لو انت عرفت بدايتك اصلا انا قلتلك في البداية start with end فانت لما تعرف الاند بتاعتك هتعرف انت ماشي ازاي طب اللي استيجي التانية اللي ان شاء الله باذن الله هتطلعلي طاقة بقى هتحول من السكر الى البايروفيت واضح ان انا مشيت الفوسفيت صح كده طلعت ايه الفوسفيت عشان كده هتطلع اي تي بيه في الباثوي نفسه هنتكلم طبعا عن الكلام ده طلعت مين بايروفيت تلاحظ هنا ان انا ماشي في الباثوي مرتين لانهم الاتنين توقم فانا لما اجي اتكلم هنا عمري طبعا ما هكتب جليسرالدهايد مرتين واكتب اللي بعده مرتين واللي بعده مرتين انا هكتب واحدة بس واضرب كل حاجه في ايه في اتنين يبانا داخل الباثوي ده باثنين جليسرالدهايد وطلع باثنين ايه بايروفيت خلاص هنشوف بانا البيروفيت ده اشأكل عملي ازاي وانشوف الدنيا في الاخرى يبانا كده عندي الخطوة الاولى او المرحلة الاولى ان انا بمشي من الجلوكوز اوبوسيت كاربونات الى جليسرالدهايد ثري فوسفيت بقسم بضيف فوسفيت و ايه و ايه طيب تماما تعالى بقى نشوف الانيرجي بروديوسينج خلاص الحمدلله اطلع طاقة لو بطلع بيها من الجليسرالدهايد بدخل الجليسرالدهايد واطلع بيه بايروفيت في حالة الايروبك او اللاكتيد في حالة الايه الانيروبك حلو جدا طيب تعالى بقى نشوف الموضوع ده واحدة واحدة كده يلا بداية بميلي ان شاء الله بالجلوكوز نرجع هنا بس ثواني الرسمة بتاعتنا كانت فين اهيه اللي احنا عايزينها بقى انا خلاص بقى عندي جلوكوز في الدم وعايز ادخله جوه التشو فالجلوكوز دخل التشو ازاي بالجريديانت صح؟ وبيه الجلوكوز ترانسبورتر على حسب بقى مكانها دي لو مكانها مثلا يبقى جلوكوز ترانسبورتر رقم واحد او البرين برضو رقم واحد اثنين في الكيدن وفي الليفر والبانكرياء وهكذا وهكذا يبقى عن طريق الجلوكوز ترانسبورتر وعن طريق الجريديانت دخلت لان تركيزي هنا قليل وتركيزي هنا اصبح عالي فبدأت ان انا ادخل من العالي للواطي طب ما انت ممكن بعد شوية تركيزك في الخلية هيزيد ولا يسمح بدخول جلوكوز تاني طب والنفترد ده برين هل الكلام ده ينفع؟ البرين يا جماعة بالذات انا عايز كونتينوان سابلاي اوف جلوكوز لا يقف لحظة مفيش حاجة اسمها البرين ما ياخدش جلوكوز دلوقت لازم كونتينوان على طول واملى البرين بايه؟ بجلوكوز طيب ما انا كده الجريديانت مش هيسمح لكل جلوكوزة هتدخل هنا ولسه ما بدأتش في الحرق او ما تغيرش شكلها هتفضل جلوكوزة زي ما هي هتأثر على الجريديان فسبحان الله اول لما الجلوكوزة تدخل علشان ما تفلتش مني يبا لازم افاسفرها ومصمرها مصمرها جوه الخلية يعني طيب ماشي يا دكتور يبا تخليها ايه؟ تخليها جلوكوز ستة فوسفيت يبا انا بعمل اول خطوة دي علشان اغير شكل شكل الجلوكوز وتاني حاجة علشان اعمله اكتيفيشن اعمله حاجة اسمها اكتيفيشن يعني طنشيت يبا بدايتنا بالفاسفره والمصمره الحمد لله جلوكوز ستة فوسفيت مالهاش جريديانت مع الجلوكوز لان دي ماده وده ماده تانيه خالص صح والله دي مالهاش علاقه بدي مع جلوكوز ستة فوسفيت ده جلوكوز ده الوه يا راجل في الجلوكوز لما تغيرت مثلا رقم اثنين الوه عندما تغيرت من اليمين للشمال اصبح مركب تاني خالص اسمه منوز انما هنا انا بقول لك جلوكوز ستة فوسفيت يعني ده مالوش علاقه مين بالجلوكوز في الجريديانت يبا الحمد لله اول ما تدخل جلوكوزها فاسفرها ومصمرها يبا الجريديانت جوه كام يطر على طول زيره مفيش جلوكوز جوه خالص تدخل واحدة كمان تتفاسفر وتتمصمر وتركن جنب اختها حلو كده طب حلو جدا هل الكلام ده ملائم وماشي مع اللي احنا عايزينه ولا لا ده هو ده صميم اللي احنا عايزينه اولا احنا عايزينه اكتف الجلوكوز لازم الجلوكوز يكون اكتف علشان يدخل الرياكشن عملية الاكتيفيشن وهنا بنتكلم ان شاء الله نزود حاجات كده في النص وتاني حاجة انا عايز افاسفر مرتين تم انا كده افاسفرت مرة بس طي تعال بقى نشوف حاجة كمان اسم الانزايم اللي بيفاسفر اسمه ايه والله على حسب يا دكتور لو انا في التيشو ولا انا في الليفر اد الليفر كده الارجان الشمع الظريف اللطيف الذي يحترق من اجل اخرين هتشوف طبعا الليفر ده هتتمنى ان الاشخاص اللي حوليك كلهم يكونوا زي الليفر يعني انت لما تحب واحد كده ما تقولهش يقال بقوله يا كبدي ماشي انا برسم دي النار اللي هو بتاع الشمع يعني اللي بيحترق من اجل اخرين والله لو انا هنا او انا هنا ادي الجولوكوزاية ودي الجولوكوز ستة فوسفيت لو انا في اي تيشو هيبع عندي انظام اسمه هيكسو علشان الجولوكوز ده هيكسوز كاينيز الكاينيز ده فوسفو ترانزفريز يعني بينقل الفوسفيت ينقلها منين يا ترى ينقلها من الاتب يعني انا دلوقتي بخسر اي تي بي او زي ما اتفقنا عشان راح اطلع اي تي بي بخسر اي تي بي قدام عنيكم في اول خطوة طيب انا باخد ازاي الطاقة من الاتب يا ترى والله بكسر هاي انرجي فوسفيت بوند فبتطلع لي سبعة واربعة من عشرة كيلو كالوري لو كافيين ان انا اعمل الرياكشن بتاعي خلاص مش كافيين ممكن اكسر رابطة كمان طب انا هنا هاكسر رابطة واحدة بس مش عشان الطاقة لا ده ده علشان احطها مع الجولوكوز كمان تمام طيب طبعا هي بتديني طاقة بس كمان انا محتاج الجولوكوزي نفسه طب لو انت محتاج الجولوكوزي نفسه هيطلع مين هيطلع اي دي بي فقط لان انا خط جولوكوزي غير تفاعلات الطاقة زي ما هنشوف انا لو انا بكسر اي تي بي علشان محتاج الهاي انرجي بوند او محتاج انرجي فقط يعني بكسر لهاي انرجي بوند عشان الطاقة فقط مش عشان الفوسفيت هيطلع المنظر كده اي دي بي زائد انورجانيك فوسفيت طبعا ده مش تشعب ده اساس يعني احنا دلوقتي بنقسس عشان الكلام اللي هنقوله مش هنقوله تاني هتكون انت فاهموا بقى تلقائي دي اسمها ايه دكتور بي اي دي اسمها انورجانيك فوسفيت انورجانيك فوسفيت يعني ايه انورجانيك فوسفيت يعني فوسفتية مسكة مع حاجة غير عضوية انما الاتب جي مسكة الفوسفيت هنا مسك مع حاجة عضوية انما هنا مسك مع كالسيام مثلا مسك مع اي حاجة داني طيب اما للمنظر ده اسمه ايه بي بي اي لو انا كسرت ربطتين هيبقى اي تي بي اهو داخل بعدين كسرت ربطتين فيطلع اي ام بي زائد بي بي اي هذه البي بي اي اسمها انورجانيك بيروفوسفيت انورجانيك ايه بيروفوسفيت انورجانيك بيروفوسفيت حلو كده نرجع بقى لكلامنا تاني يعني اعتبر ده واقفة كده بتعرف فيها اساسيات وبنرجع لكلامنا تاني انا هنا عملت ايه انا هنا محتاج طاقة فقط ولا محتاج الفوسفتية نفسها محتاج الفوسفتية نفسها زائد الطاقة فاخدت الطاقة والفوسفيت ففي ضل اي دي بي فقط والفوسفيت اهي سليم سليم طيب في الليفر بقى لا في حاجة تانية اسمها جلوكو كينيز جلوكو ايه كينيز جلوكو جاي من الجلوكوز وادخل هنا بايتي بيهايه واطلع بايدي بيهايه طيب تمام طبعا الوليفر متخصص جدا عنده انزيمات لكل حاجه باسمها يعني لفورغelles جلوكوز جلوكو كينيز للفوركوز جلوكو كينيز للفوركوتوزax للجالاكتوز جلوكو كينيز للجليسترول وللجليسترول كينيز وهكذا وهكذا متخصص جدا شمعة طيب ايه الفرق بين انوا Bringing Apt ده دكتور انا بضرب المثل هنا ده بيرين ده بالبرين يعني وده بالايه الليفر البرين هو هل هو شمعة ولا هو عنصر مستهلك فقط ما بينتجش حاجة هو مستهلك في الاكل يعني وفي الحاجات دي طبعا انه بنتج افكار يعني طيب البرين محتاج اي محتاج يعمل اكسيديشن محتاج يعمل ايه اكسيديشن ده المعطى رقم واحد الليفر بيعمل ايه الليفر ده طالع عندنا بمنظرية طالع بالمنظر العادي اللي هو كاورجن عادي مفيش مشكلة اورجن خلية زي اي خلية عايزة تأكل وعايزة تشرب خلية عادية خالص وطالع بمنظر الشمعة الذي يحترق لاجل الاخرين اللي هو اورجن اوف ميتابوليزم الليفر ده اورجن اوف ميتابوليزم هيعمل لي ان شاء الله هيعمل حاجة اسمها جلايكو جينيسز جلايكو جينيسز ده هيخزن مين ان شاء الله هيخزن الجلايكو جين يعني وظفته تخزين غير وظفة الحرق اللي هو زيه زي باقي تشو مش مشكلة يبا الوظيفة بتاعته هنا اقصد بها مين وظفة التخزين يبا بص كده للتوري اكشن دول وانت ان شاء الله هتفهم انا تحت هنا عايز افاسفر الجلوكوز عشان ادخل في بثوي اسمه جلايكو لسيز انما هنا عايز افاسفر الجلوكوز عشان اكتبه علشان ادخل في بثوي اسمه جلايكو جينيسز تعال بقى ارجع لي في الدم كده ايه رأيك لو انا مثلا صايم شوية صايم او الليفل بتاع الجلوكوز في دمي قليل جدا ايه رأيك انا دلوقتي اقارم ما بين ايه ما بين الهيكسوكينيز والجلوكوكينيز لأن LINESE مقارنة مهمة جدا 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 لا يجب عليك تفهم متحدد الاخرز في حالة الهيكسوكينيز deliberate إنما جلوكوكينيز في المطاقة فقط. ثاني فرق ان ده يعني بيحب الجلوكوز جدا. يعني لو قليل جدا قليل جدا برضو هيسحب الجلوكوز ويشتغل عليه ويحرقه. طيب دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة حط نفسك مكان البريم. انت عايز طاقة طول الوقت. فلو انا صايم وحتى الليفل بتاع الجلوكوز قليل جدا برضو هسحب من السكر اللي موجود في الدم وايه وهاخد لمين? وهاخد للبرين. يبقى دي حاجة حلوة جدا. طب تعال هنا بقى. انا مش هقول لك الجلوكوكاينيز ده بيحب الجلوكوز يعني هي افينتي ولا لو افيني. انت اللي هتقول لنفسك يعني. انا دلوقتي بخزن. اسأل نفسك لو الليفل بتاع الجلوكوز واطي ايه الاصلح لجسمك? ولو الليفل بتاع الجلوكوز عالي جدا ما يحتاج تعمل ايه? في هذا الجلوكوز في جسمك. بالزبط كده اجابتك دي ما شاء الله عليك اجابة ايه? صحيحة جدا يعني. لو الليفل بتاع الجلوكوز واطي جدا في جسمي ازاي هخزن يعني ده اللي جدا يتصدق سلقت قبل ما اطبح يعني اتصدق خزنت قبل ما احرق صحي كده? لو الليفل بتاع الجلوكوكاينيز او الجلوكوكوز مينفعش وما ينفيش سبحان الله سبحان الله يكون ello لغير الأفضل يعنيawś يحب الغلوكوزها ويحبه اتياره ب exponent Jazz وي punchingه بهذا المنطق هذا السبب العلمي أن الغلوكوكينيز اللغوكوكينيز ده موجود في الليفر واللو اكتفيت يعني ما يشتغلش الا لما الجلوكوز يضغط عليه لما الجلوكوز يزيد جدا 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 فين في الدم يبدأ بقى يضغط على الجلوكوكينيز ونبدأ احنا نخزن بقى ان شاء الله ولازم في وجود الانسولين كمان تمام اتفاق انما هنا مش لازم في وجود الانسولين في البرين اصلا بقى انسولين غير معتمدة على الانسولين وشغالة زي الفل ومش لازم يكون موجود انسولين اصلا عشان يعمل ايه الحاجات اللي يقوم تمام وبرضه البقى اللي هنا برضو انسولين اندبندنت بس انا بقول لكم طيب في فرق تاني يا دكتور ا طبعا الريجوليشن طبعا معنى كلمة هاي افينيتي بس كده هاي افينيتي يعني نرجع بس الانزيم لو فاكرين هاي افينيتي تساوي كلمة لو كي ام فاكريني الكي ام اللي هو اللي يوصل من النص اللي هو الكي ام وده بيعكس الافينيتي طيب طبعا كلمة برضو لو افينيتي يساوي هاي كي ام خلاص انا بقول لي كده عشان امسي كيو يقول لك مين فيهم اللي هاي كي ام اللي هاي كي ام هو اللوءة فينت احنا بتكلمنا عن الحب خلاص تمام اتفقنا الفرق اللي بعد كده الريجوليشن الريجوليشن هنا نرجع بقى ايه في جنبي كده لما تلاقيني رجعت في جنبي كده برضو ارجع بدماغك معايا في جنبي وبعدين ارجع تاني استرجع افكارك احنا مش هنعمل كده كتير احنا منعمل كده في الاساسيات فقط ونحط الاساسيات مرة احنا تمام الريجوليشن يعني ايه يعني التنظيم ياما بالزيادة ياما بالايه بالنقص الريجوليشن عندي انواع او النوع مهم كده اسمه هرمونل هرمونل ريجوليشن بعد كده عندي حاجة اسمها او الهرمونل ده يساوي يساوي حاجة اسمها كوفيلانت ريجوليشن كوفيلانت ريجوليشن يبقى الهرمونل يساوي ايه كوفيلانت كوفيلانت دي اللي هي تساوي فوسفو ريليشن هنفهم الكلام ده بعدين يبقى الهرمون اصلا يقيم ما هيحط فوسفيت يقيم ما هيشيل فوسفيت فبسمها كوفيلنت يعني تساهمية لان الفوسفيت هيمسك كوفيلنت يبقى داخل لصنا منا ليه لانه ممكن سؤال ريتين في الامتحان يجيلك يقول لك كوفيلنت ريجوليشن او الانزيم الفلاني او الباثوية الفلاني تاني حاجة حاجة اسمها سبستريت لو او الريجوليشن بالمواد اللي هي بتساوي في رواية اخرى كده اسمها الوستيريك ريجوليشن يبقى لما يجي في الامتحان وقال لك الوستيريك ريجوليشن هي معناها سبستريت ريجوليشن لو فاكرين ايام زمان كان في حاجة اسمها اكتف سايت اوف انزيم وفي حاجة اسمها الوستيريك سايت اوف انزيم او علشان السبستريت بتمسك في الالوستيريك سايت فسمينا الريجوليشن ايام الوستيريك ريجوليشن ايه يقلل ده كده كان انواع تعال بقى نرجع لمكاننا تاني احنا كنا نتكلم في ايه؟ نتكلم في الفرق ما بين الهيكسوكينيز والجولوكوكينيز ومقارنة عنيفة في الامتحان الهيكسوكينيز موجود في الهيكسو خلاص؟ طيب وبيشتغل كمان بالسابستريت ريجوليشن يعني انا دلوقتي في البرين بمنتهى البساطة مثلا او في ايه تيشو تاني لو خلاص عندي طاقة كتير جدا 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 ومش عايز فهيكتر مين؟ هيكتر الجولوكوز ستة فوسفيت فالجولوكوز ستة فوسفيت يجي يعمل ما يسمى بالفيدباك ايه؟ انهيبشن سبحان الله برضو يعني خلي بالك الفيدباك انهيبشن دي صعبة جدا الهيكسوكينيز يبص للمادة دي يقول لها ايه ده؟ ده انا اللي اشتغلتها على الجولوكوز وطلعتك تيجي انت اول ما تعملي انهيبشن تعمليها ليه انا؟ ماشي؟ هو نفس الكلام كده بذلك اسمها فيدباك ايه؟ انهيبشن علمته نظم القوافي فلما قال قفاة ايه بالزبط كده خلاص؟ طيب فايه اللي يحصل لما المادة دي توقف الهيكسوكينيز الجولوكوز الليفل بتاعه يزيد فين؟ في الخلاية فما بقاش يدخل تاني خلاص يرجع بقى كده صح؟ صح تمام كده اللي ينور عليكم يبري جيليشن بتاعته سابستريت فبتعال كده وانت بتخزن وانت بتخزن اصلا الحركة دي مش هتمشي ليه؟ لان انا لو المادة دي بتعمل انهيبشن للجولوكوكينيز ركز معايا لو المادة دي بتعمل انهيبشن لهذا الانزيم انا مش هخزن كتير ده انا هخزن شوية وهتبدأ المادة دي اصلا تكتر عندي لها جولوكوز 6 فوسفيد وتعمل انهيبشن للجولوكوكينيز فانا مش هقدر اخزن بالطريقة دي لان التخزين اصلا فيه كثرة يبا لا الكلام ده مش متماشي هنا يبا الرجوليشن هنا هورمونال طول ما الانسولين موجود والجولوكوز موجود وفي مكان في المخازن انا بخزن الى ما لا نهاية لغاية فعلا النهاية الحقيقة ان انا اكمل المخازن املاها وبعدين اروح بقى ان شاء الله ايه ها اروح اعمل لبد بالزبط يبا انا ما بطلش تخزين يا جماعة خلص فيش الكلام ده ما ينفعش السبستريت هي اللي تعمله ايه انهيبشن يبا هو الانهيبشن هنا بيحصل ايه هورمونال اتمنى يكون الكلام ده واضح ويه اه كويس كده ان شاء الله بل هيكسوكينيز في الهول تيشو بيشتغل على كل الهيكسوزيس على فكرة بيشتغل على كل الهيكسوزيس اه وهاي افينيتي وبيستخدم في الاكسيديشن اوف غلوكوز والرجوليشن بتاعته ايه بالسبستريت ريجوليشن يا جولوكوز ستة فوسفيت تعمله فيدباك انهيبشن انما الجولوكوكينيز موجود في الليفر اونلي بيشتغل على الجولوكوز اونلي وهو اللو افينيتي وبيشتغل في الجلايكوجينيسيس فما ينفعش سابستريت ريجوليشن وفقط هورمونال ايه ريجوليشن نرجع بقى لمرجوعنا تاني ده كده كان اول راكشن في الجلايكوليسيس ولكن هو سؤال واحده مانوش يلغى بالجلايكوليسيس ده سؤال واحده كده بييجي الواحده طبعا امسكوهاته يبقى ادي اول احقاجة خالص 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 بص حضرتك معاي كده ادي الجولوكوز دخلت باتب وطلعت باتب يبقى انا خدت فوسفتية حطيتها في رقم 6 اصبح اسمه جولوكوز ستة ايه فوسفيت احنا الانزيمات بتاعتنا اللي فوق سيبك من الانزيمات اللي تحت سيبك من دي هنحتاجها بعدين بس سيبك منها دلوقتي بصيلي على الانزيمات اللي فوق السهل هنا اما بالهيكسو كينيز اما بالجولوكو ايه كينيز اعدي فاكر المرحلة الاولى كان مطلوب مني فيها ايه؟ مطلوب مني احط اتنين فوسفيت واكسر الحمدلله حطينا اول فوسفتية تعال بقى كده يا حلو يجرب تحط تاني فوسفتية هتوقف لان عندك مجموعة ألدهايد والألدهايد لا تقبل الفوسفيت اذا تفكير سريع طب ما انا حول الجولوكوز ده الى اي زمر يكون الكربونة رقم واحد فيها مجموعة او اتش التي تقبل الفوسفيت صدق فكرة ايه رأيك في الفروكتوز؟ اذا كيتون يبقى المجموعة رقم واحد فيها او اتش فها تقبل الفوسفيت يبقى الفروكتوز ستة ايه؟ فوسفيت يبقى انا حول الجولوكوز ستة فوسفيت لفروكتوز ستة فوسفيت دكتور هم اصلا يقربوا ايه لبعض؟ هم ايزمر ايزمر ايام زمان ايام سنة اولى كانوا ايزمر حلو يبقى الانزيم اسمه ايه؟ لا انا مش هرد ايزمر يعني عايزة انقلهم ايزمر ايز طبعا فوسفو هيكسو فوسفو هيكسو يعني فوسفيت هيكسوز ايزمر ايز خلاص؟ اي بالحمد اللي انا عملت ايه كده؟ انا ها حولت الجولوكوز ستة فوسفيت الى فروكتوز ستة فوسفيت فعارفين ليه؟ علشان الكربون رقم واحد هنا لا تقبل الفوسفيت انما هنا ان شاء الله هتقبل الفوسفيت خلاص بقى اديها فوسفيت على طول المركب ده اسمه فروكتوز ستة فوسفيت او اسمه فوسفوفروكتوز لو انا همشي من ناحياتي طيب اسم الانزام ايه؟ اسمه فوسفوفروكتوكينيز ون اسمه فوسفوفروكتوكينيز كاينيز ون طيب ايه المادة اللي هتطلعلي بقى انا حط الفوسفيت في الكربونة رقم واحد فطلع عندي مادة اسمها ايه اسمها فروكتوز وفيه في رقم واحد فوسفيت ورقم ستة فوسفيت اقول عليهم باي ولا اقول عليهم بس منفعش اقول عليهم باي منفعش ليه باي دي اللي هي كده فوسفتية مسكة مع فوسفتية فتفهم انت على طول لما اكتب لك حاجة اسمها باي فوسفيت تفهم او داي يعني زي الادينوزين ضاي فوسفيت فوسفتية مسكة مع فوسفتية وطبع دي معناها كبير لان هي فيها هاي انرجي بوند انما انا هنا ما عنديش هاي انرجي بوند فوسفتية مسكة في الكربونة رقم واحد وفوسفتية مسكة في الكربونة رقم ستة فتقول عليها بس فوسفيت يبقى فروكتوز و 1 و 6 بس فوسفيت يعشان بس محدش يجيبين قلت لك ايه دا الكتاب في الغلطة مطبعية الصورة دي من هاربر على فكرة وصفحة الرفرنس معرفش والله ما انطبعتش ليه انا كنت اعمل صفحة فيها الرفرنس انا عامل الكتاب ده من ايه يعني من هاربر ومن لبن كوت ومن كابلن ومن فيرست ايد ومن كتاب الدكتور سعيد عرابي ومن كتاب جامعة اسكندرية وكتاب جامعة المينيا وبعد طبعا تيكست بوك في كتاب كده اسمه تيكست بوك وفي كتاب اسمه بي ار اس يعني الحمد لله هو معمول من كل الحاجات دي طيب تمام ده كده الفروكتوز واحد وست ايه بس فوسفيد طيب حلو قوي انا كده عندي ست كربونات واثنين فوسفيد ها بتفكر في اللي انا بفكر فيه طب يلا بقى نعمله نكسر لتلاتة وفوسفيد وتلاتة وفوسفيد حلو تعالوا كده بص هكسر ازاي ايه مسحة خط ده كده انا هكسر ازاي المركب اللي فوق ده اللي هو سي تلاتة كربونات و سي اتش تو او فوسفيد و سي دابل بوند او ده شبه لغاية الكربونات التالتة مركب اسمه داي هيدروكسي اسيتون شبهه والداي هيدروكسي اسيتون اخر الكربونات فيه سي اتش تو او اتش فانا عايز هنا اتش بس فانا هعمل ايه بقى ان شاء الله هكسر كده ده مركبه حلو المركب ده عبارة عن ايه عبارة عن ضاي هيدروكسي اسيتون سي اتش تو او اتش طب المركب التاني اهو اللي هو عبارة عن ايه عبارة عن سي دابل بوند او اتش اللي هي اللي هي ايه اللي هي ايه اللي هي مقلبنا يعني وخلاص بس لتحت يعني يبقى دي حلو ده مين بقى بوتالة كربونات فيه ده 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 اللي احنا اصلا متفقين عليه شو احنا قلنا اول استيج دي هنخلي الجولوكوز اتنين جزئ جليسرال ضهاية ثلاثة فوسفيت او الحمدلله جبنا ايه جبنا واحدة والكسرة اللي فوق دي طلعتلي ضاي هيدروكسي اسيتون فوسفيت اللي هو عم دهب هارفين عم دهب هو ده لو ضاي هيدروكسي اسيتون ايه فوسفيت طب حلو طب يا دكتور احنا متفقين على اثنين جليسرال ضهاية ثلاثة فوسفيت ما تزعلش حاضر هنجيب انظيم يحوله تعال بس نشوف اسم الانظيم اللي كسر ايه انت ايه رأي حضرتك انا كسرت وعملت ضهاية جروب كسرت وعملت ايه ضهاية جروب اذا اسم الانظيم ولكن ده ضوليز ايه اكتب عليه كده ضوليز ايه اكتب على ده الاختصار ده فوسف قلت هنا يبقى اكيد في واحد تاني يعني مش محتاج احنا خلاص ناس كبيرة بقى في سنة تانية يعني لما اقول هنا ايه خلاص ما تكملش على الاقل في عندك على الاقل يعني طيب كسرت الدهب و انا محتاج اثنين اثنين ضل لبعض ايزومارز فهاتلي انظيم اسمه تريوز فوسفيت ايزوماريز يحول الدهب بسهولة جدا ونراجع اللي عملنا بداية كانت جولوكوز الاستيج رقم واحد عايز اكسره الى اثنين جزيج جلسر الضهايد وثلاثة فوسفيت فاصفرت مرة الحمد لله وخسرت ايتي بهايا الحمد لله جيت فاصفر المرة التانية معرفتش فحولت للا ايزومار بتاعه وفروكتوز واحد وستة بسفوسفيت بينظيم اسمه ايزوماريز قادر فاصفر تاني الحمد لله فاصفرت وخسرت كمان ايتي بهايا ببنا خسرت اثنين ايتي بها على جنبي كده فوسفتايف رقم واحد فوسفتايف رقم ستة ما نفعش اقول باي ولا ضاي اقول بس يبقى فروكتوز واحد وستة بس فوسفيت خلاص بقى معاي ستة كربونات وفوسفيت اكسر بالأدل بالأدل عشان كده سمينا ألدوليز A علشان الألدوليز B ده ظالم مش هيكسر بالأدل فطلع دهب وطلع جليسرالدهاي التلاتة فوسفيت بس انا محتاج اثنين جليسرالدهاي ده حوله بالأيزوموريز ان شاء الله ما فيش اي حاجة صعبة خالص يعني مش بطلوب منك بس عشان تفهم طيب الحمد لله يالله احنا هندخل هنا باتنين كل حاجة مضروبة في اتنين المربع الرمادي ده كل حاجة فيه اهو اتنين في تلاتة مربع عليك طيب انا دلوقت عايز اروح فين برضو انا يهمني جدا لو اصطر تعال لي هنا كده ده بيروفيت بيروفيك أسد تلاتة كاربون والفا كيتو أسد بص كده بيروفيت بدي اعمل كده ادي كاربوكسل جروب يببه هو أسد حمض والكاربون دي اللي لديه كاربون رقم الفا فيها كيتون والكاربون الاخيرة يببه ده مثال على حاجة اسمها الفا كيتو أسد الفا كيتو ايه أسد تلات كاربونات كاربوكسل جروب الفا كيتو طيب المهم انا بس بعرفه لك انا عايز ايه دلوقتي انا عايز احول سكر لحمض لو جبت واحد في سنة اقول لسه هيقول لك تعملها ازاي دي حول سكر لحمض ازاي جماعة بالضبط بعمل اسمها ايام زمان في في درس كده في الكاربوهيدريت اسمه كان اول اول واحد من يعني اسمه شجر أسد وجاي ازاي جاي بالاكسيديجا حلو تعال بقى كده يلا جليسرال دايت 3 فوسفيت اكسيدو هاكسيدو اكسيدو 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 طبعا العملية بتحصل على مراتين بس احنا ملناش علاقة بالكلام دي احنا لدينا النت على طول بتحصل على مراتين اول حاجة اكسادة الاكسادة زي ما اتفان اضافة اكسجين انزع هايدروجين فانا هنا هنزع هايدروجين هنزع هايدروجين من مين يا دكتور بوس انها هعمل عملية هنزع هايدروجين وحط فوسفيت مجموعة الفوسفيت اللي اقى بي او فور اتش ثري دي اتش ثري بي او فوسفوريك اسد ارى عمل ازاي ده عشان بس تفهم برضو ادي الفوسفوريك اسد التكافؤ بتاعه خماسي اعمل كده اهو اتش ثري تقلت اتش بي واحدة او فور التكافؤ خماسي خلاص طيب وكمان عندي ده كده اهو الجليسرال ضهايد فانا هعمل ايه في الجليسرال ضهايد هحوله الاول الى حمض يعني اخليه كده بص كده ده حمض مش الجليسرال ضهايد في الكربونة رقم 3 فوسفيد ادي الكربونة رقم واحد حولتها الحمض اللي كانت الضهايد جروب كان هذا مش مطلوب من حضرتك بس مين تفهمه بس طيب ودي الكربونة التانية OH وهدي الكربونة التالتة اللي فيها في الاخر ايه فوسفيد ده كده اسمه جليسريت لما كان بالالضهايد كان اسمه جليسرال ضهايد جليسرال ضهايد انما لما كان كده بقى اسمه جليسريت او جليسريك اسد يبا دي اول خطوة ان انا بعمله اوكسيديشن بعمله ايه اوكسيديشن ثم بنزع بقى ان شاء الله الهايدروجين ده وحط مكانه مين وحط مكانه الفوسفيد يبا بحط هنا كده فوسفيد طيب تمام اصبح ايه دلوقتي يعني عملت حاجتين عملت اوكسيديشن سواني كده عملت حاجة اسمها اوكسيديشن وعملت حاجة اسمها فوسفوريليشن عشان فيه ناس بتقولك العملية دي اسمها اوكسيديف فوسفوريليشن ايضا اخدنا فين كلمة اوكسيديف فوسفوريليشن في الانتروداكشن الرسبيراتوري تشين قلنا عليه اوكسيديف فوسفوريليشن خلاص طيب الداني مين بقى ان شاء الله الداني جليسريت ده جليسريك اسد اللي هو جليسريت والجليسريت ده فيه فوسفتائي في رقم واحد وفوسفتائي في رقم ثلاث حد بقى يسمه لأقول باي ولا ضاعي ولا بيس ده الله ينور عليك وده انتو بقيتو كيميائيين عظمين ما شاء الله يبقى واحد وثلاثة بيس فوسفو جليسريت واحد وثلاثة بيس فوسفو جليسريت وعملت حاجة اسمها اوكسيديف فوسفوريليشن ودي المرحلة الفاصلة اللي حولت فيها مجموعة السكريات الى الاحماد صح واللي مش انا كنت سكر بقيت حمضي صح تمام خلاص سامى حد يقول لي لألتا لسه سكر يا دكتور شكرا حبيبا ربنا يخلي جليسريل دايت ثلاثة ايه فوسفيت ماشي بحوله الى حاجة اسمها واحد وثلاثة بيس فوسفو جليسريت نزعت هيدروجين ماشي نزعت هيدروجين من كربونا واحدة في المركبة نشوف الكلام ده في كريبس ان شاء الله وطلعت بناد اتش بلاس اتش ناد اتش بلاس اتش ندعك من دي كواس جدا 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 هنحتاجها واسم الانزيم دي هيدروجينيز اسم الانزيم دي هيدروجينيز حلو قوي يبقى دي المرحلة الفاصيلة الحمد لله بقى اسم واحد وثلاثة بيس فوسفو جليسريت خلي بالكم بقى من الرياكشن اللي جاء انتو ايه رأيكم دي كده حمض مع حمض كنت اتفقت معاكم في الانرجي بوند لانا قلتلكم ربطة الحمض مع الحمض فيها هاي انرجي بوند صح؟ تمام الحمض مع الحمض ايه امه بس قلبين يا جماعة هنا رقم واحد تحت انا لما باجا نرسم بحب طبعا نرسم واحد فوق انا لما هنا قلبين عشان محدش ايه يطلخط يعني رقم واحد يلي تحت فدير حمض مع حمض فديه هاي انرجي بوند ويه اللي في رقم تلاتة دي كانت وده حمض يعني استر اللي في رقم تلاتة دي مش هاي انرجي بوند وانا يعني في الكورس انا بسأل ليه اخذ الفوسفيت اللي في رقم واحد وماخدش الفوسفيت اللي في رقم تلاتة المفروض انت بقى تجاوبني تقول لي ايو يا دكتور عشان ده حمض مع حمض فدي هاي انرجي بوند انما دي استر بوند فهاي لو انرجي بوند مش هتديك ايه مش هتديك طاقة حلو جد فتعال بقى فكر معايا كده اما اكسر الربطة دي واجيب ادي بهاية وانا كسرت الربطة دي فديتني سبعة واربعة من عشر واصبح عندي فوسفتاية زائد ادي بهاية وكمان سبعة واربعة من عشر فامر اي حعمل ان شاء الله افصفر ال اي دي بي اخزن السبعة واربعة من عشر في تكوين هذه الربطة طي اطلع عندي مين اي تي بي اخيرا الحمد لله طلعنا ايه اي تي بي طيب السؤال هنا هل دي اي تي بهاية واحدة ولا اتنين اي تي بي هي اتنين اي تي بي لاننا كل حاجة هنا مضروبة في ايه كل حاجة مضروبة في اتنين حلو بفهمنا ليه خدنا اللي في رقم واحد مش اللي في رقم ثلاثة تمام طيب عندي بقى حاجة اسمها فوسفو جليسريت كاينيز ده اسم الانزايم ولكن الانزايم ده رايح جاي يعني ريفيرزبل ده كاينيز الوحيد اللي ريفيرزبل هنا خلاص ماشي اصبح عندي بقى مادة كده اسمها تلاتة فقط تلاتة فوسفو جليسريت مفيش فوسفتاة الا في رقم ثلاثة خلي بالك انا اسألك سويا لو انا خدت الفوسفتاة دي استربوند لو كسرتها وطيرتها هتطير في الفاضي انه مفيش طاقة معاه لانها هتطلع اربعة كالوري بس تبق اي رايك متيجي ااا نعملها ربط هاي انرجي يلا ربطة بس استحمل معايا ايه ربطة الiche انرجي دي لو رجعت للجدوى الفوق هتلاقي ربطة الاينول يعني ايه الاينول اصلا يا دكتور يعني سي دابل بوند مع سي وفي او دي كده بنسميها اينول سي عامنا دابل بوند مع سي ومسكة في او من ناحية دي اسمها ايه اينول طب دي فيها فوسفو فهي فوسفو اينول يعني مجموعة الاينول دي فيها فوسفو يبقى فوسفو اينول بايرو فيد خلاص فوسفو أو إيه بايروفيت طيب عشانة أعمل دي لازم أعمل لازم أنزع آآ لازم أنزع ميا من حاجة اسمها إيه من حاجة اسمها اثنين فوسفو جليسريت يعني ايه دين ميوتيزرية يعني الفوسفتاف رقم آثنين طيب دكتور أنا عندي الفوسفتاف رقم ثلاثة مش في رقم اثنين عادي جدا وأنا لم أقال لكش وقال لكش أننا vitrina إننا ون amiga ميوتيز أنا مسمي الأسنصير يعني حضرتك في أي وقت من الأوقات أجي أقول لك إيه ده ده فوسفاتها في رقم 6 عايزة أخلىها في رقم 1 تقول لي عادي هتلاها الأسنصير أو في رقم 1 عايزة أودها في رقم 6 تقول لي عادي ركبها لأسنصير تبدوه في رقم 3 وعايزة نزلها دور عادي ركبها الميوتيز فيش أي مشكلة خالص اسمه فوسفو جليستروميوتيز ميوتيز حل وقوي طيب خلاص حطيتها في رقم اتنين اصبح اتنين فوسفو جليسريت وانت عارف انت بتعمل كده ليه مش كده وخلاص علشان عايز اجيب ربطة اسمها اينول بانزيم اسمه اينوليز بانزيم اسمه اينوليز هيطلع مية طب لما جبت بقى الاينول حلوة قوي بقى عندي ربطة هاي انرجي ايه بونت واجب لها ايدي بهاية وعندي فوسفتاية وعندي السبعة واربعة من عشرة واعمل الحمد لله ايه ايدي بهاية الايدي بهاية دي واحدة ولا اتنين اتنين يا دكتور برافو عليكم يبا دي ايه اتنين حلو كده تمام طيب لما شلت الفوسفتاية في ظل بقى مين ان شاء الله الدابل بونت دي جات هنا والايتشاية اللي من دي وهي ماشية جات ايه جات هنا يبا انا عندي مين ان شاء الله عندي بيروفيد كده خلاص عملت البيروفيد سهلة سألت برضو رقم واحد هي اللي ايه اللي تحت يبا تاني كده ستيج تو تاني انا وصلت هنا جليسرالدهايد تلاتة فوسفيت الحمد لله فعايز احول بقى مجموعة السكريات الى مجموعة احماض عشان اوصل للبيروفيد اعمل لها اوكسيديشن بس عملت معها فوسفوروليشن من مجموعة فوسفيت حطيت فوسفتاية يعني طيب تمام الحمد لله يبا انا عملت حاجتين عملت اوكسيدات الفوسفوروليشن استخدمت نظام الاسمه دي هيدروجينيز وخدت ندايا وطلعت مين ناد اتش بلاس اتش انا عايزك بس تتخيل لو مفيش ناد ايلا يحصل الرياكشن مش هيشتغل حلو او هنيحتاج الكلام ده دلوقتي بقى عندي واحد وثلاثة بس فوسفو جليسريت والحمد لله رقم واحد دي فيها هاي انرجي استغلها اجيب ايدي بهاية ونزام اسمه كينيز ومعنى سبعة اربعة من عشرة فاطلع مين ان شاء الله ايتي بيه بقى عندي ثلاثة فوسفو جليسريت بس مش عارف اعمل بها ايه اطير الفوسفتاية ترى ولا احاولها الى هاي انرجي لا عم حاولها الى هاي انرجي فاجيب مين اجيب الفوسفو اتنين فوسفو جليسريت فوسفيت بوند اللي اقدر اجيب ايدي بهاية وانا عندي الفوسفيت وعندي السبعة اربعة من عشرة اللي هاكسرها دي وامر احمي تكون ايتي بهاية اللي هي في الحقيقة اتنين ايتي بيه بانزام اسمه بيروفيت كينيز وهذا الانزام بس تسميته غلط بيروفيت كينيز ده معناها ان انت جبت البيروفيت وحطت عليه فوسفيت التسمية غلط بس هو فضل كده خلاص ده تراس والتسمية هنا غلط برضو اسمها فوسفو جليسريت كينيز لو هو فوسفو جليسريت كينيز يعني كأنك ماشي كده بس يمكن اللي سمى ده معظور لان اكشور ريفيرزبول يمكن هو شاف وهو جاي الناحياتي انما اللي سمى ده عزره ايه يلا رب نيش فيه يعني كتر خيره والله يعني زي كان احنا بندرس بايو ويعني زه قانين الرجل عالم بايو يعني كتر خيره تمام طيب يبدا تسمية فعلا يعني العلماء بعد كده قال لك تسمية خاطئة بس هي خلاص فضلت زي ما هي يعني يبدا كده الجليكوليسس يهمني انا هقفل المحاضرة دلوقتي خلاص عشان يعني انت ما تكملش غزب عنك يهمني بس تعرف الايه استيبس دي وتشوفها كويس ما تحفظهاش طبعا بس تحفظها بالفهم كده احفظها بالترتيب اللوجيك انت بتعمل كذا ليه بتعمل كذا ليه بتعمل كذا ليه وناخد بقى ان شاء الله نكمل كلام تقيل في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله تقيل يعني علميا بس مش تقيل في الفهم ان شاء الله اشتركوا في القناة